مجلس الشورى هو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين أبرزها المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي ثم انتقل المجلس للبندة التالية المدرج على جدول الأعمال حيث وافق أصحاب السعادة الأعضاء على تشكيل لجلة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي كما وافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة ليتم بعد ذلك انتخاب أربعة من أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وفي ختام الجلسة تم اختار المجلس بما أصفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم تم اليوم في اجتماع مجلس الشورى اختيار اللجان وتشكيل اللجان من الرئيس والنائب والأعضاء وان شاء الله نستمر على كل ما بدى من البذل والعطاء لكل ما قدمت اللجنة الخدمات في السنوات السابقة ونحب أن نؤكد أن نحن نتواصل بنفس الطريقة بروح فريق العمل واحد والتعاون مع الحكومة الموقرة برأسات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في كل ما يخدم ويساعد في تقدم وتطور مملكة البحرين ويحفظ كل مكتسبات المواطن في مملكتنا الغالية سنواصل العمل في لجهة شؤون المرأة والطفل على ما بدأ به الزملاء في الدورين السابقين وفي العمل مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في سن وتطوير التشريعات اللازمة والمتعلقة بالمرأة والطفل وطبعاً للمرأة والطفل لهم اهتمام كبير من القيادة الحكيمة حفظهم الله وهو رعاية خاصة واهتمام كبير أيضاً من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظهم الله وانتطلع إلى دور نواصل فيه الجهود للعمل في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر